سقوط قذائف من الجانب السوري على قرى لبنانية حدودية هي حادثة ليست الأولى من نوعها منذ اندلاع الثورة السورية لكن هذه المرة قوبلت برد فعل رسمي من رأس الدولة اللبنانية أدان خلالها الرئيس ميشيل سليمان القصف داعيا إلى وقف ما اسماها ممارسات لم تؤدي إلا إلى سقوط لبنانيين أبرياء لا علاقة لهم بالصراع الدائري خارج بلادهم إدانة سليمان جاءت بعد تعرض قرية القصر في منطقة الهرمل الحدودية للقصف بقذائف مصدرها الأراضي السورية مما أسفر عن مقتل مواطن لبناني وإصابة آخرين من سكان القرية بالإضافة إلى حصول أضرار مادية في عدد من المنازل قيادة الجيش اللبناني بدورها أصدرت بيانا أعلنت فيه استنفار وانتشار عدد من وحداتها في المنطقة التي تعرضت للقصف واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأهالي والرد على أي اعتداء وكانت مناطق حدودية في شمال وشرق لبنان قد تعرضت في وقت سابق لسقوط قذائف مصدرها سوريا بعد تحذير حكومة النظام من أنها ستستهدف ما أسمتها تجمعات المسلحين داخل لبنان إذا استمر تسللهم إلى الأراضي السورية حيث قام الطيران الحربي والمروحي للنظام بقصف مناطق في عرسال ووادي خالد الحدوديتين وإزاء هذا الواقع تعالت أصوات بعض السياسيين اللبنانيين مطالبين بوقف تدخل حزب الله في حرب نظام الأسد ضد شعبه ونشر الجيش على الحدود أو القوات الدولية